اندلاع وشيك لمواجهة مسلحة في البيضاء على خط انتفاضة صنعاء الأنباء الواردة من هناك تشير إلى تصاعد التوتر بين الحوثيين وواجهات قبلية تابعة للمؤتمر الشعبي العام بعد مقتل امرأة برصاص مسلحين حوثيين على خلفية مواجهة لم تحسم دوافعها حتى الآن من مقره في مديرية آر ردمان تصدر الأمين المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي حملت الاحتجاج القبلي على مقتل المواطن جهاد الأصبح في منزلها بمديرية طفة ظهر الشيخ العواضي في جهوزية غير معتادة خلال لقائه الشيخ الخضر عبدالرب الأصبح الذي أطلعه على مساع بذلها في صنعاء وسلمه رسالة بالمطالب التي سبق له أن أبلغ بها قيادات في جماعة الحوثي بصنعاء على نحو فهما منه أن مساع الشيخ الخضر لم تؤدي إلى نتيجة سلسلة تغريدات نشرها العواضي في حسابه على موقع تويتر بدأها بالشكوى من تجاوزات يقوم بها مشرف جماعة الحوثي ودع من خلالها للنكف القبلي في تصعيد قد يتسبب في شق مسار جديد للحرب أرادها العواضي قبلية وبعيدة عن تدخل الشرعية والتحالف على حد قوله على الخط دخل حسين العزي الذي يتولى منصب نائب وزير الخارجية في سلطة الأمر الواقع بصنعاء مبينا حيثية ما جرى في مدرية طفا ومتوسلا ذريعة اعتاد على تسويقها الحوثيون ليوضح أن مسلح جماعته كان يطاردون عناصر تنتمئ إلى القاعدة مبديا انزعاجه من دور الشيخ ياسر العواضي ومبديا استعداد جماعته للإنصاف على حد قوله كشف ياسر العواضي عن وساطة عمانية توذل لاحتواء الموقف لكنه سرعان ما بدد الأمل بإمكانية نجاح وساطة كهذه داعيا في تسجيل صوتي منسوب له أنصاره إلى الجهوزية وعدم التواصل معه عبر الهاتف في إشارة إلى أنه ينتقل إلى وضعية قتالية في مواجهة يبدو أنها تشق مسارا جديدا في خضم المعارف المحتدمة في أجزاء متفرقة من محافظة البيضاء ووفقا لأنباء غير مؤكدة فإن مقاتلية الحوثية تقدمون باتجاه معقر العواضي في ردمان فيما تداعت المواقف من قيادات سياسية وعسكرية في الشرعية ومعلقين محسوبين على التحالف مطالبة بالانتصار للوقفة أعيان البيضاء ضد الحوثيين يأتي ذلك فيما تشهد أجزاء من مديرية ردمان وبالأخص في قانية مواجهات بين قوات الجيش الوطن مسنودا بالمقاومة من جهة وميليشية الحوثي من جهة أخرى وسط أنباء عن تقدم أحرزه الجيش باتجاه منطقة الوهبية في مديرية السوادية وسط محافظة البيضاء ترجمة نانسي قنقر